حزب الأصالة والمعارسة يعيش على وقع زلزال تنظيمي بعد تجميد عضوية صراح أبو الغالي من المكتب السياسي الحزب خرج في آخر بيان ديالو قال بأن سبب تجميد العضوية يرجع إلى شبهة ارتكاب أبو الغالي خروقات في النظام الأساسي للحزب تمس بقيامه كما تخالف ميطاق الأخلاقيات الذي صادق عليه الحزب وقال الحزب إن المكتب السياسي توقف عند مضمون تقرير تنظيمي مفصل يتضمن شكاية خاصة لا علاقة لها بالمال العام تتهم أبو الغالي بشبهة ارتكاب قروقات في النظام الأساسي للحزب وتمس بقيامه وضاف الحزب أنه قرر إحالة الملف على لجنة الأخلاقيات أبو الغالي تأوى خرج وقال بأنه تفاجأ لحد الصدمة والدهول بالسلوك الذي وصفه بالتحكمي والاستبدادي لعضوة قيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب فاطمة الزراء المنصوري التي أضحى تدبيره التنظيمي والسياسي والهضراب لأبو الغالي وكأن حزب الأصالة والمعاصرة ضيعة خاصة تتصرف فيها حسب الأهواء أشنو رأيكم ألتم في هذه القضية؟